السلام عليكم و بدون أي مقدمات مسلسل داريك روت من إنتاج نتليكس لعام 2022 هالمسلسل موسم الأول مكون من ثمانية حلقات فقط داريك روت أول مجند مسلسل كوميدي ترامي أكشن مناسب للعمار فوق 18 سنة و قبل ما أبدأ بالقصة و رأيي بها المسلسل ياريد ما تنسوا تتركوا لايك إذا أجبكم الفيديو و يلا معاك أما القصة فبتحكي عن أوين هندريكس المحام الشاب لعمره 24 سنة اللي بيشتغل كمحامي في منذ عدة أيام فسرعا ما بوكله مهمة النظر في العديد من رسائل الابتزاز بفضح أسرار وكالة الاستخبارات والنظر كمان وتقييم هل في فعلا من هاي الرسائل حقيقي وفعلي وخطر فعلي لكن جدير بيذكر أن واحدة هاي الرسائل بتكون من أحد الأصول والجاسوسات الروسية في الـ CIA فهون تبدأ مغامرة محامي أولا هندريكس بإثبات هالإشي وأكيد منعها بفضح أسرار الوكال جدير بيذكر كمان أن أغلب هاي القصة بتناولوها بشكل كوميدي أما الآن خليني أبدأ عن جوانب الضعف جوانب قوة بهالمسلسل أول شي راح أحكي عن جوانب الضعف أول شي حاب أحكي أنه الكيميستري والتوافق بين بطل العميلة الروسية مش موجودة برأي الشخصي فبرغم من كثرة مشاهدهم مع بعض لكن فعليا أنا ما حسيت بأي توافق فيما بينه أما عن نقطة الضعف الثاني فبرأيي أنه البطل الرئيسي وبطل قصة ما قدر أنه يشيل مسلسل بالرغم من أنه عنده كريز معالي لكن صراحة بالنسبة لي كانت دور أكبر منه أما عن نقطة الضعف الثالثة فبرأيي أنه طريقة تناول أحداث وسلاسة تناول الأحداث كان غير موفق أبدا أما عن نقطة الضعف الأخيرة وبالرغم من أنه المسلسل مصنف على أنه دراما وكوميديا والكوميديا كانت فيه حلوة لحد كبير لكن هيكل مسلسل أو هيكل قصة بشكل عام مع الكوميديا كان غير مناسب أما عن عوامل قوة فأولا كوميديا المتفرق طبعا المسلسل كانت حلوة لحد كبير لكن اللي مش بهيك القصة ككل أما عن نقطة قوة الثاني فالمسلسل مسل كثير وممتع لحد كبير صحيح أنه مش من المسلسلات تحضرها على جاعدة واحدة لكن المسلسل ممتع ورح تستمتع فيه أما عن نهاية المسلسل اللي بتمهد أنه رح يكون فيه موسم ثاني أنا ما حسيت أنه مهتم أن أشوف موسم ثاني لها المسلسل حاب أحكي كمان نقطة أنه كان نفسي أنهم يزيدوا المشاهد الثنائية اللي كانت بين بطلنا وبين زميله في الشغل لستر كان توافق بينهم حلو كانت مشاهد اللي مع بعض حلو كثير وبالنهاية أما عن تقييمي المسلسل ذاري كروت فهو 6.5 من 10 فرعت لكل حد شاف المسلسل يكتب لي تقييمه بتعليقات وأشكركم على المتابعة كان معكم باسم مع السلامة